هو فكرة انه يبقى عندي سلة من العملات والجنيه بقى مربوط بيها بالتجيب بحكومة عوامل متعددة الاحتياطي بتاعي بيوظف فين ومعيه التوظيفه فيه بدرجة سريعة السيولة انه يبقى مؤمنة الاحتياطي بيخدم على حركة التجارة الدولية دي كلها بيتم تقييم لكن هو الامر الاكثر اهمية انه السعر العملة احنا الحياة بنيجي في بعض الفترات بخدم على المالية العامة اكتر ما بخدم على مناخ الاسمار بمعنى انه ما كانش فيه اي ما يبرر ان انا استمد اخر تلس سنين سعر الصرف هو 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 نفس الازمة اللي احنا اتكبناها في 2010 ازاي يعني صورة وسبعتاشر يوم الشعب المصري كله في الشارع وسعر الصرف زي ما هو زي يعني فاحنا يمكن خلال فترة كورونا احنا الحياة طبعا يحسب لي الحكومة المصرية انها تتعاملت بمنتهى الكفاءة لكن مؤكد كان فيه اصلا كان لازم يستدبعه تعديل في سعر الصرف ففكرة ان انا باكد سعر الصرف في مدين كسياسة وبعدين على قد الواقع حرقته فترة وبعدين نزلته وبعدين حفظت عليه دي مشكلة وبالتالي اتصور انه القانب عمالي المحافظ اتصور انه مستوعب هذا الامر فكرة ان انا استمد فترة زمنية طويلة مسبت سعر الصرفي ده امر مش فيه مصرحة الوضع الاقتصادي وكل اخذن في الاعتبار انه ميتحضر على مدى فترة زمنية اطول افضل كثيرة من ان انا افضل محافظ عليه وبعدين يجي فجأة اعمله تخفيض عنيف فدي مسألة مهم المسألة التانية نتجع نقول تاني انه مهم انه ادواجة سعر الصرف تخدم على هداف الاقتصادي وبالتالي محتاجين ان احنا نتوافق فيما بين البنك المركزي والحكومة على السياسة الفرصة اللاجئية وهرجع اقول ان احنا عندنا تلات اطراف موجودة في المعلعة عندي الحكومة عندي مجتمع الاعمال عندي البنك المركزي لو تخيلنا انه في طرف او اتنين هيشتغلوا الطرف التالت هيوف يتفرق عليهم او ههدفهم بالطوب مش هنجيب نتيجة وبالتالي انا الاوان في هذا المؤتمر انه يكون فيه توافق حقيق فيما بين مجتمع الاعمال انت عايز ايه بالضبط مش هنتكلم فيه منشتات اه عام هنتكلم متطلبقتك ايه واحد اتنين تلاتة بتكلم على بيقراطي خلاص بعمل حاجة موازية ما انا عندي قاهرة المتقلب بكل همومها ومشاكلها واملت العاصمة الادية عشان تنقل لي نقلة نوعية لو انا الجهاز البيقراطي مش قادر ازحزحه من المكان اللي هو فيه علي ان انا اخلق مصاد بديل في اسه وقت موك ومش بتكلم على مصاد بديل بتكلم على نصف مليون موظف بتكلم خمسة عشر موظفين بأدوات تكنولوجية حديثة ودكتور عامل تطلع تلحية بيزنب نجوك كبير للغاية فيه موضوع التطور التكنولوجي والاتصالات اعضر اخلق واخدم اخلق اليات جديدة واخدم عليها بالشكل اللي حارب مستهدفات ويبقى فيه مراجعة بمعنى انه مجتمع الاعمال لو تكلموا تطلبات معينة انه الترخيص تنتهي فيه سبعة ايام يبقى فيه مراجعة مش انه انا حطيت منشط وبعدين سبته وبعدين جينا بعد ساعتين تلاتة اكتشفنا انه سبعة ايام باو سبعين يوم المسألة التانية الحياة ويمكن تعقيد بسيط على اللي طرح الدكتور خالد فيه متعلق بهية الاسمار واحنا الحياة للأسف شديد غلاغينا وزارة الاسمار ويمكن كنا في جدل شديد وقت سيارة قانون الاسمار وكلام رايح جاي هي فكرة هيئة الاسمار كان مفترض انها اللي تلعب كل الحاجة بس هو بالمناسبة هيئة الاسمار بتلعب دور المنظمة ورقيم وعمر مردي جيوليتور ينفع يلعب دور البزنس وانا هاجد بديل موجود عندي في قطاع السياحة انا عندي هيئة تنمية صحية وعندي هيئة تنشيط سياحة فما نتوقعش انه هيئة الاسمار هتلعب دور التنشيط والترويج دي هيئة بيروقراطية دوره هلأسس التنظيم واللقابة دي بتطلع عين الشركات في القوام المالية والميزانات والتزاب بالاجرات وما إلا زال وبالتالي ما نتوقعش منها اكتر من الدور اللي بتلعبه في الوقت الحال انا محتاج حاجة بسيطة جدا محتاج فديق عمل يشتغل في الليستسمار يبقى بقى وزير هيتقلي طب ماهو المهام بتاعت وزارة الليستسمار موجودة في وزارات عدة وبالتالي هيبقى الوزير تحت فممكن اعمل نايا برئيس ووزراء ليه شؤون الالسسمار علشان يبتد يتحرك ويتحاسب يتقيم على الأرقام لأنه أنا طول ما أنا سايب قصة الالسسمار وعايز أرقام الالسسمارات يبقى قطاع الصناعة ورجال العمال المصريين عندهم مشاكل وتحديات وما عنديش حد بيلعب الدوري التنشيطي والترويجي ده مش هيجيب نتيجة المسألة التانية الأقصى دامية الكنز الحقيقي داخل مصر في التواصل مع مجتمع العمال في الخارج هو رجال العمال المصريين حتى الآن الحكومة مش قادة توصل لنقطة التفاهم مع مجتمع العمال ازاي يقدر مجتمع العمال المصريين يلعب دوري ترويجي في الخارج يعني الرسالة الحكومية دايما بتبقى أبطأ وأقل ثقة من الرسالة اللي بتطلع من درجة العمال وبالتالي علي ويمكن دلوقتي خطوط الاتصال ما بين الحكومة ورجال العمال مش بس خطوط اتصال أنا عايز الحكومة تستغل عايز الحكومة تستغل تستغل مجتمع العمل بعد أن أعلمك على النوع تذيئة دكتور بعد إيزدك إحنا عندنا جمعية رجال الأعمال المصريين بيتلعب الدور ده التلعب الدور التواصل مع كل الجمعيات المسؤولة سواء في الصين في كوريا يا فاندي بل عندي تجانب رئيس الدولة بيطلع على الطيارة بتاعته عدد من رجال الأعمال ده في الدول تانية وتصاونه رئيس السيسي جاهز ياخد من نوع تطلع بمهام محددة تسعين واحد دولة نعرفها كلنا بس بيطلع رجال الأعمال برضه في حالات معينة بعد سيادة الرئيس مش عايزها في إطالي الصورة الجديدة أنا عايز أقول لحدك الصورة مش دائما حداك بتخيلها هي موجودة